مساء الخير توجى إذن اتحاد العاصمة بلقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد تجاوزه النادي التنزاني طبعا في المباراة الإياب مستفيدا من رغم خسارته في مباراة الإياب ولكنه فاز في مباراة الذهاب بهدفين لهدف واحد يونغ أفريكانز كان مستفيدا مباراة الإياب ولكن الاتحاد توجى بأول لقب أفريقي في تاريخه منذ سنة 1937 دخل قائمة المتوجين ولكن هذا التتويج من رحم معاناة كرة القدم الجزائرية كيف سنستفيد اتحاد العاصمة من هذه التجيبة ومن هذه الكاس وكيف ستستفيد الأندية الجزائرية أيضا من هذا اللقب هل يمكن أن تمحي أو يمحي هذا التتويج الكثير من معاناة الأندية الجزائرية سابقا هل سيصلح حال كرة القدم الجزائرية وأيضا ماذا حدث خلال هذه المسيرة تحدثوا فنيا إداريا منذ قليل أيضا كان معنا رئيس مجلس الإدارة إدارة اتحاد العاصمة سيد أحمد عرام الذي شكر رئيس الجمهورية على مساعداته للاتحاد وديون كبيرة التي كانت على هذا الاتحاد اليوم نتحدث ونتساءل عن واقع كرة القدم الجزائرية ما بعد هذا التتويج ابقوا معنا لكم جميعا نرحب مشاهدينا بواحد من من مروا على اتحاد العاصمة في السنوات أيضا المجد رغم عدم التتويج ربما بكاسة الاتحاد الأفريقي أو رابطة الأبطال لكن كانت مواسمة متميزة مع عبد الملك عبداللويلاء بالاتحاد العاصمة السابق مساء الخير مساء الخير ألف مبروك لكم ولكل الجزائريين أكيد ألف مبروك لكل أسرة اتحاد العاصمة ولكل الجزائريين ولكرة رياضية تتويج جاء في وقته عدمات؟ والله جاء في وقته بعدنا كاسات اللي شفناها تاعة المنتخبات أو تاعة الفرق تتويج يعني إن شاء الله يعطي بصيس من الأمل أنه كرة جزائري يستوقفة على أرجليان ما الذي حدث حتى وتوجد اتحاد العاصمة بلقب كاس الاتحاد الأفريقي وكرة القدم في وقت ربما في رابطة الأبطال عجزة الشبيب وعجزة الشباب أن يتحدث عن أندية تملكها شركات على الأقل في الفتاة الأخيرة ما الذي توفر في اتحاد العاصمة ولم يتوفر في أندية أخرى؟ أكيد النتائج تجي بالأول شيء الجانب الإداري يكون قوي الثاني شيء الأطموسفير يعني الجو المحيط بالفريق الطاقم الفني مهم جدا يكون عنده خبرة وزيادت عنه أنه يتكون يعني تكامل بين الفريق والطاقم الفني أنه عارفون ماشي عنده أهداف واللعبين عارفين مع المدرب أنه يوصل الأهداف هذيك ممكن يعني إمكانيات اللي ممكن مع اتحاد العاصمة ما كانتش لإمكانيات اللي نقولوا عليها إمكانيات كبيرة ولكن الجو اللي كانوا فيه مع الطاقم الفني أنه وصلوا للنهائي بطريقة يعني نقول دكية جدا سعد ملك عداوي المباراة فيه ضغط كبير بجمهور غفير قياسي بملعب خمسة جويلية فالجزائر يسموه دار الشرع يعني المحكمة ظروف متوفرة أنت فايز 2 واحد خارج الجزائر في تنزانيا هناك في دار السلام الشعب كله ورائك شعب اتحاد العاصمة وكل الجزائرين ورائك ولكن في النهاية لم نكن على الأقل موفقين في طريقة اللعب أو في تقديم أداء هل الضغط كان له سبب واضح في مباراة الإياب؟ أكيد هو النتيجة لتعدها بتانيك لعب الضور تانيك أنه اللاعبين كانوا مفروض كانوا مرتاحين للمباراة التانية ولكن الضغط العالي والضغط على مستوى حتى الجماهير ومستوى الفريق والأصدقاء وكل شيء هذا أعمل ضغط زيادة للعبين اللاعبين اللي معظمهم عندهم مش خبرة في هذا الميدان زيادة على هذا أنه كنا نتمنى السيناريو المباراة يكون عكس السيناريو اللي ما كناش نتمنىوه ولكن نحسوا بالفريق في البداية ما كانش متحرر زاد الهدف اللي جاء في وقت مبكر جدا خلى الفريق مرتبك جدا والحمد لله أنه الطاقم الفني الدارك الجانب الطاكتيكي اللي كان مهم جدا والجانب الدهني اللي كان مهم جدا أنه الفريق في الشوط الأول كان خارج الإطار وكان مدبدو ما عرفش حتى التوازن ما عرفش يعني الإيروبار تعب كتير عننا ما عرفش حتى الطريقة اللي يلعب بها في الذهاب كنا نتمنى أنه يلعب بها حتى في المباراة العودة ولكن قدر الله ما شاء فعل بين الشوطين الدارك أنه كان فيه خلل خاصة على المستوى الجانب زيادة العددي لأنه الفريق الطنزاني كان يلعب بتلاتة أربعة تلاتة في الحالة الهجومية وكان عامل يعني ارتباء كتير للفريق التحاد العاصمة أنه دايما فيه واحد زيادة عددية وهذا اللي كان عامل مشكلة أنه من بعد بين الشوطين الحمد لله ما تسجلوش بعد ما تسجلوش ما تغطوش علينا ولكن الدارك الطاقم الفني الجانب الطاكتيكي أنه أرجع يلعب أربعة أربعة أتنين وهذه اللي ممكن خلات للتنين مهاجمين أنه يضغطوا على الأربعة وخلات شوية التوازن بالفريق والفريق أرجع في الشوطين أحسن ما نقولوش باللي كان في المستوى كما نرح على الأولى ولكن أحسن وصل للجول أحسن وحسنا أنه جانب داني يعني كان فريق يعني في المباراة كان واقف يعني أحسن من شوط الأول والحمد لله جاءت ضربة جازة مفروض يعني كان يحرى الفريق ولكن زاد الضغط ولكن لعشر دقيق أنه الطاقم الفني سير مباراة سير يعني دكي وما كانش منفعل ما كانش مضطرب يعني دايما اللاعب يشوف الطاقم الفني لو كان هادي هو اللي يعطاه شوية اكتقال يخلى الفريق يسير مباراة حتى الأخير بن شيخ قال في نهاية المباراة لم يكن سعيدا بالأداء على الأقل ولكن قال على أنه عرفنا أنه لعبين لازم خبرة في مثل هذه المنافسة الأفريقية هل لازمنا الخبرة فقط أم لازمنا المال والخبرة ولعب محنك والكثير من الأمور حتى نكونوا ما نقول لكش مسيطرين أفريقية ولكن يكون عندنا اسم في أفريقيا لما نقولوا الأهل المصري نقولوا الأهل المصري رايح لنهاية تشمبيونز ليك مثلا أكيد الأخ حكيم أنه الفريق محتاج لعبين دو خبرة خاصة حتى في السن السن يلعب دورتانيك في وسط الفريق يعني يكون قيادة في الفريق هذه المهمة جدا أنه يكون قايد قايد في كل خط يكون قايد وهذه اللي ممكن ما عندهوش في تريحة الاتحاد العاصمة ما عندهوش قايد ليدر ليقود هذا المجموعة الشابة هذه طيب أنا أريد أن أتحدث عن ما بعد هذه المرحلة اليوم توجد اتحاد العاصمة وبهذه الكاسة الاتحاد الأفريقي دخل قائمة المتوجين أفريقيا من رحل من معاناة كرة القدم الجزائرية هل ستكون انطلاق مثلا كيف سيستفيد اتحاد العاصمة من هذا اللقب هذا ما يتم الحديث عنه لأنه شفنا مولودية بيجاية أسفل السافرين مثلا وهي التي وصلت إلى نهاية كاسة الاتحاد الأفريقي وفاقستيك من زمان أيضا نحن تحدث على شيبة القبائل المعاناة ولكن ستجيبوني بعد الفاصل إن سمعت فاصل المشاهدين نستكمل بقية برنامج تساؤلات أجدد بكم التحية في برنامج تساؤلات نحن نتحدث عن تتويج اتحاد العاصمة والإنجاز التاريخي بوصول لهذا اللقب الغالي الذي تحدث عنه قبل قليل في البرنامج رئيس مجلس الإدارة أعراب وشكره لأيس الجمهورية وفرحة بهذا التتويج تحدث عن العلاقة بين المرودية والاتحاد وما عبد المالك عبد اللاوي لعب اتحاد العاصمة سابقا في فترة من الفترات الزاهية التي كانت إيجابية رغم أنها لم تكن متوجة بلقب من ألقاب الإفريقية رغم ذلك سألتك عن سؤال في سؤال قبل الفاصل حول كيف يمكن الاستثمار في هذا اللقب سعد مالك عبد اللاوي علما بأن أنديا أخرى وصلت إلى نهاية مرودية بيجاية وهي أسفل السافليين وفاق قصتيك منذ 2014 نحن نبحث عن الوفاق الحقيقي كيف يمكن الاستثمار في هذا اللقب أول شيء الحمد لله أنه إن شاء الله نتمنى أنه اتحاد العاصمة يفوق عقدة كل الأندية الجزائرية بالتتويج هذا رقم الثانين أنه أتمنى أنه هذا التتويج يلم الشمل يعني خاصة على مستوى اتحاد العاصمة أنه الناس اللي كانت الأنصار اللي كانوا منقسمين والإدارات اللي كانوا منقسمة أنه هذا التتويج أتمنى أنه يلم الناس ويكون عن خاطئ خارطة الطريق كل الناس يشتغل في نفس الطريق أما الجانب الثالث هو أنه الأستثمار هذا يكون في كما نقوله في أهداف أهداف أنه اليوم أنا أخذت كاس كاس اتحاد الأفريقي لازم يكون عندي هدف أنه أخذ نفس الكاس أو أخذ رابط الأبطال يعني يكون عندي هدف وطموح أكتر ولكن طموح والهدف أكتر أنه يجي بالاستقرار استقرار مهم جدا الاستقرار على مستوى الطاقم الفني استقرار على مستوى الطاقم الإداري وكله يكون سواسية في طريق واحد كله عنده هدف واحد ممتاز طبعا هذه جزئية وكيف يمكن أن يستفيد منه الأندياء الجزائرية وهي التي تصارى أفريقيا لا الشبيبة ولا شباب الوزداد المال لم يصنع النتائج في النهاية ممكن كل نادي عنده يعني مشاكل خصوصية يعني يعني ما نقدرش نمتل شبيت القبيل لشباب الوزداد نعم ممكن شبيت القبيل لمشكلة الصراعات 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 هي اللي نحرط نحرط يعني النادي يعني صراعات صراعات يعني خلاه الفريق يوصل لهذه الدرجة والحمد لله نتمنى وشبيبه انه ما تنزلش اما بخصوص نقوله مثلا شباب الوزداد شباب الوزداد يعني عنده كل امكانيات ولكن انا رأيي الخاص انه سوء اختيار المحترفين يعني انا كنت اتمنى انه شباب الوزداد يجيب محترفين على مستوى عالي ويجيب تانيك مدرب على مستوى الامكانيات تانيك شباب الوزداد غير مقنع الكوكي بالنسبة اليك ليس في مستوى الشباب انا نقول انا رأيي الخاص انه بعض الوقت انه مدرب يعني كوكي ممكن عنده الامكانيات كمدرب يعني كمدرب عنده امكانيات ولكن نتكلم على اهداف شباب الوزداد ما عندهش اهداف بطولة او كاس عنده هدف هو ربيط الابطال ربيط الابطال يعني سنتين وراء بعض الفريق يوصل لربع نهائي نتمنى انه السنة الجاية الشباب الوزداد او الانديا اللي حتلعب على البوديوم انه يكون عندهم تخطيط وحسن الاختيار خاصة المحترفين هل يمكن استعد مالك بانه تكون مرحلة جديدة ما بعد اتحاد العاصمة بان ندخل مرحلة جديدة بالمشآت التي لدينا والانديا الجزائرية تصبح بمناعب مميزة حاليا يجب ان نذهب الى مرحلة متغيرة كيف يمكن ان نذهب من مرحلة نحن نعيشها رحم المعاناة من هذه المعاناة الى انطلاق اخرى الاخ عاكم لازم نستخلص الدروس المشكلات ان نستخلص الدروس احنا امسح وعود من جديد لازم نركز على خطاء الن shareholders الصحاحة ونكمل واستقرار حتى المدرب اي واحد يخطأ مدرب خطأ يعني مش مشكلة ولكن لازم نعمل ثيقة في الطاقم ونعمل ثيقة في الادارة ونعمل ثيقة في اللاعبين يعني هذه المشكلة اكبر مسكله اكبر من كده ولكن مشكلة انها مشكلة ثيقة ochan миллиتبر ليخليتت صراعات كل واحد وزيد النقطة لمشكلة كبيرة في النوادي هي المصالح الخاصة يعني مصالح خاصة هذي تانيك نفس الشي كل مجموعة تحب تمسك كل مجموعة تحب تمسك لا يعني فيه إدارة فيه عمل فيه فيه طاقم فني لما بعد سنتين ثلاثة أعطيه فرصة أعطيه الوقت للطاقم يشتغل لو يعني أخفق تم ما نقدر نتكلم وقدر نغير حتى التغيير يجب أن يكون بطريقة يعني تقافية يعني يكون بطريقة يعني احترافية سعد مالك ألا ترى بأنه ليس لنا تقييم لما حدث سابقا مثل ما حدث للمنتخبات الوطنية التي فشلت أو التي خسرت وخارجت من المنافسات الكثير المنتخب الأول المنتخب محلي وليس لنا استثمار فيما يحدث ربما أو ربما ليس لنا تقييم وتخطيط للمستقبل هذا هو واقعنا على مر السنوات الطويلة نفشل وننقيم ما حدث لأنه بعد فترة حتى ولن هزمت بعدنا ولا واحد يقول لك أنا هاي لماذا لماذا ما مشاتش وليس لنا استراتيجية حقيقية الكل يتحدث على التكوين الكل يتحدث على مراكز للتحذير والتكوين لكن بعد سنوات لا نجد شيئا المشكلة أين هل يجب أن نجد نجلي بأو ناس آخرين بفكر جديد أنا معاك أخ حكيم أنه المشكلة في الجزائر يعني هذو النقطاتين مهمين التقييم والتخطيط يعني أنا لسه اليوم ما شفتش الناس تخطط شفتش الناس تقييم أو أي مدرب يعني آخر سنة لازم يعمل تقييم ويعطيه الإدارة والإدارات تشوف على حسب تقييم تبني السنة جاية هل هذا الرئيس حاليا يشوف التقرير تعل المدرب يشوف التقييم تعل المدرب أو يرمي يرمي الملف يرميه في الدرج وخلاص يعني يبدأ من جديد قالوا جيبت المدرب جيب لعبين جيب كذا هذه المشكلة تعالى احنا مناش منظمين احنا مشكلة تنظيمية اكتر شيء طيب سعد مالك المدرب التونسي لديونغ أفريكانز النابي تحدث على الكفاءات الجزائرية بالخارج وقال بأن الكثير منها غير مستغلة ربما هل يجب أن يأتي لنا مدرب تونسي أو من خارج الجزائر حتى يقولنا يا ناس استثمروا في كفاءتكم هذا ما قالوا ليست أنا من يقول هي والله شو أقول لك أخ حكيم أنه المشكلة أنه احنا الجزائريين يعني مع بعض لازم يجي واحد من الخارج باش يقولنا هذا الشيء باش نأمنوه صح لما يقولنا الجزائري يقول الجزائري ما يأمنوه يعني في كفاءات كبيرة يعني كفاءات كبيرة في الخارج يعني في كل مستويات حتى في كورت الطائرة في كورت ليد في السباحة في كورت سلة في كل ما يدين ولكن احنا ما نستغلش للكفاءتنا وكيف للكفاءتنا أنها ناجحة برا ومعترف بها يعني معترف بها خاصة أنا نقول لك أنا مش كلام ولكن معترف بها في سعودية معترف بها في الإمارات معترف بها في قاطر يعني هذه المشكلة أنه حنا لما يجي الأجنب يشتغل في الجزائر نعطوه وقت نعطوه وقت نعطوه وقت يعني خليه حتى ويخفق ويقصر نخلق بصع لما يجي واحد كفاءة جزائرية لا ما نعطوهش وقت ما نعطوهش وقت يالله مع السلام وخلاص في الوقت المتبقم إلى البرنامج أريد أن أطرح عليك سؤالا كسؤال أخير كيف يمكن أن نسير ما تقوم به الدولة الجزائرية أو نوفق بينها الجزائتين صحة التعبير بينما تقوم به الدولة الجزائرية والنهضة الرياضية من ناحية المشآت والمساعي والحرص ربما على الأقل لما تجد رئيس جمهورية يهني كل الأندية الصاعدة بما فيها كل الأندية من القسم الثاني إلى الأول أو أندية أخرى المشاركة أفريقيا وبين الخيبات والمشاكل التي تحدث على مستوى التحادية وعلى مستوى الكثير من الأندية وعلى مستوى هزات كثيرة في كرة القدم الجزائرية كيف يمكن أن بين هذا وهذا حتى تكون خلطة إيجابية في النهاية أكيد حكيم أنا تكلمت آخر مرة في هذا الستوديو وقلت لك لازم كل لسيليل يعني لسيليل الفروع تعلق الرياضة تجلس مع بعض الحين حاليا مشتتة يعني الوزارة هناك الإدارة في النهاية هنا النوادي هنا الوزارة التانية في جيات تانية كيف حبيت حنايا نبني حاجة وكل واحد شايف طريق تاني لازم احنا نجلس مع بعض ونعمل خريطة الطريق يعني كلنا نشتغل في طريق واحد ولكن بل يملكوا ورقة المبادرة ينصح التعبير أنت واحد من الكفاءة الجزائرية في الخارج كيف يمكن حتى لا أزكيك أجدك أنت الآن في الجزائر أجده آخر في الجزائر أجده حدوش في الجزائر أجده الكثير من الكفاءات في الجزائر حتى تشتغل قالوا الله منصبه هذا يقدر يفيدنا على مستوى هذا وهذا وهذا من يجب أن يبادر أريد أن أسأل من يجب أن أبادر أريد أن أكون ورقة طريق أو طريق حتى نكون الجميع للنجاح في الجزائر الله يا حكيم شو أقول لك هذا الموضوع هذا ما تعرفش مين تبدأ ما تعرفش من رؤون مسؤول ولكن أنا كوزارة داتي تال وزارة هي اللي ماسك كل شيء هي المسؤولة على كل شيء بعد يجي الإدارة فنية نحن تابعين الإدارة فنية على مستوى الاتحادية يعني الاتحادية أنت باش تمشي يعني هذه باش تعرفها حكيم أنت باش تمشي البلد خارج الجزائر تأخذ موافقة من الاتحادية الجزائرية النوادي اللي في السعودية وفي الإمارات يطلبوا منك موافقة من الاتحاد الجزائري يعني أنت الاتحادية عرفة بالإنتارة كشغال في مكان فلان وتكفاءة يعني يعني تأخذ الموافقة منهم يعني أكيد هما عرفين الأمور صح صح شكرا جزيلاك عبد الملك عدلاوي دائما أسعد بك بتوجدك معي في هذا البلاطو وأريد أن أستثمر دائما توجدك نقطة حكيم نحن التدويج هذا في ناس مش موجودين معنا عايزين يعني نهدينهم هذا التدويج طبعا لعبين سبقين إداريين سبقين عندك جمل كدو الله يرحمه يعني لاعب تحت العاصمة عندك فوض الجبار لاعب سابق عندك كما نقوله عامل مهمات حاجي عندك مسير ورابية عندك مسير الشيخ علي وستاد عندك كفاءة كبيرة كانت في التحية العاصمة كله يعرفها علي حماش طبيب في الفريق صحيح وعندك واحد في التانيك ممرد اسمه كوكو أدون هدون هدونهم قاع التدويج طبعا يستهد لأن الناس مهندسين هذا التدويج أشكرك دائما دائما سعيد معك شكرا لكم مشاهدينا على طيفي المتابعة وألقاكم على خير السلام عليكم